ذنب يغفر مطلقا ما كان بينك وبين الله وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد وذنب لا يغفر هو الشرك يغفر مطلقا يغفر اشتراطا لا يغفر مطلقا ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله العبادات كل علاقة مباشرة مع الله الصلحة بلمحة ودمعتين وركعتين والساعة تنتين بالليل بصير توبة نصوح إلا أنه الذنب المتعلق بالعباد فجاء رجل إلى النبي الكريم يعني النبي الكريم من عادته أن يزور الأصحاب المتوفون المتوفين قبل دفنهم فدخل لبيت الصحابي اسمه أبو السائب سمع امرأة تقول هنيئا لك أبو السائب لقد أكرمك الله النبي وحده أقواله سنة أفعاله سنة إقراره صمته سنة صفاته سنة فلو سكت النبي لكان كلامها صحيحا أم ألا ومن أدراك أن الله أكرمه قولي بدل ذلك أرجو الله أن يكرمه بدل أكرمك فعل ماضي قطعي الدلال والثبوت أرجو الله أن يكرمك ألا وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يا الله ليس من شأن البشر وفيهم سيد البشر أن يحكموا على إنسان بمصيره إلا بوحيا من الله عند الأنبياء واضح تمام سيديك نعم نقطة دقيقة لما النبي الكريم دعي إلى الصلاة على إنسان سأل أعليه دين من صحابته قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ما صلوا عليه فقام رجل مخلص أخ كريم لهذا الصحابي الجليل الذي توفي قال له علي دينه فالنبي صلوا عليه في ضر ضامن في إنسان ضمن الدين فصلوا عليه فلما انتهى من صلاته سأله في اليوم التالي أأديت الدين قال لا سأله في اليوم الثالث أديت الدين قال لا في اليوم الرابع قال أديت الدين قال نعم قال الآن ابترد جلده لذلك حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة يعني للتقريب عندك سفرة مهمة إلى العقبة مثلا وفي قطار هذا أفكير راضي مثلا وفي درجة أولى نعم ودرجة ثانية ودرجة ثالثة أنت أطعت درجة أولى وأخطأت وركبت حافلة للدرجة الثالثة هي غلطة لكن القطار سيصل إلى الوجهة المطلوبة والمبلغ جاهل أو أنه أنت جلست بعكس اتجاه القطار شعرت بدوار هي غلطة ثانية لكن ستصل للوجهة والغلطة الثالثة اخترتها العربية فيها شباب عندهم رعونة وعندهم موزح ورخيص كمان غلطة ثالثة الغلطات الثلاثة كلها لا تقدم ولا تؤخر عند الهدف صحي أما أكبر غلطة تطلع من عمان للشام والمبلغك بالعقبة خط طريق آخر هذا الشرك فذنب لا يغفر أبل ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله والصلحة بلمحة والتواب يحبه الله وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد لا يغفر هذا الذنب المتعلق بالعباد إلا بإحدى حالتين بالأداء والمسامحة يؤدى أو يسامح نعم وذنب لا يغفر هو الشرك بالله وحينما نقول لا يغفر الشرك بالله دكتور يقصد به أن تموت أن يموت مشركا لكن لو كان في حياته مشركا ثم بدل فأسلم الذين أسرفوا على أنفسهم أسرف نعم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى لو كان الشرك لو أسلم فالإسلام يجب ما قبله شرك أي مهما تكون الذنوب الفكرية العقدية نعم والسلوكية والمصيرية مادام في توبة نصوح الزنب يغفر والإسلام يعد توبة عن الشرك والإلحاد والكفر وإذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة دقيق أنسى الله حافظي الملائك وبقاع الأرض كلها خطياه وذنوبه سبحان الله ما أوسع رحمة الله نعم إذن دكتور الذنوب ثلاثة ذنب بينك وبين الله هذا يحتاج إلى توبة توبة هل لنا أن تعرف على شروط هذه التوبة دكتور حتى تقبل التوبة ثلاث شروط لها الندم على ما مضى اسمحينا دكتور كيف يكون الندم يعني واحد لم يكن يصلي لعب بالقمار وخسر كل شيء ندمان على غلطه عنده بيت وسيارة وعنده معمل كله باعه وقامر فيه خسر كل أمواله رجع للصفر ندم عاصر الله ودفع السماء هذا الندم أحد أركان التوبة الصحيحة الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب فورا إقلاع كلي ما في نص نص ما في أبيض وأسواد يا أبيض يا أسواد إقلاع كلي والشرط الثالث أن يعقد العزم على ألا يعود إليه مرة ثاني فإن عاد فيه توبة ثاني إذن دكتور التوبة الإنسان يندم على ما فات يوقفه ويترك طريقه ويعزم بنية صادق ألا يعود إليه إن كان بصدقي وزلت قدمه ووحي مرة ثانية بنا نتوب مرة ثانية نعم وثالثة ورابعة حتى نموت أما إذا لم يكن عازما العقد بشكل كامل أن يتوب يعني وكان ينتظر فرصة أخرى لذنوب أخرى هنا في خلل في التوبة الله ثواب صيغة مبالغة متائب ثواب إلى متى دكتور يغفر الله لو أنا أذنبت فتبت وعدت إلى نفس الذنب دكتور إلى أن ينقضي أجلهم لا حدود للتوبة إذا قامت الساعة ما ما في شي لا في قارات ولا في بلاد وفي يدي أحدكم فسيلا فليغلسها هذا توجيه رباني عميق جدا سبحان الله عمل حالك أنت وظف نفسك بالبناء ولو انتهى الأجال سبحان الله هذا الذنب الأول دكتور ألا وهو بين العبد وبين ربه وبالتوبة يمحى هذا الذنب النوع الثاني من الذنوب التي ذكرتها دكتور بين العباد بعضهم البعض في أداء الحقوق هل هي بذات هذه الشروط أم هناك أكثر شرطين الأداء أو المسامحة فقط عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم نعم إجا شخص علي دينه صلى عليه صلى الله عليه إذن دكتور حينما أخذ حق أحد من الناس وأنكره أنا علي شروط التوبة الثلاثة أن أمدم وأن أتوقف وأن أعزم ويضاف لها حتى في حالي دقيقة شوي قد يأتي هذا السؤال أنه واحد سافر إلى العقبي مثلا واشترى حاجة غالية جدا وكان مجغول البائع ما دفع سمنا وطلع على عمان بعد ما تاب لأ الله بعد خمس سنة سمع كم درس علم أم خاف من الله رجع لأ الشارع كله مهدوم وسأل عنه ما في عنه أي خبر لا في خبر عنه ولا في معه عنوان بيته والمحل أصبح شارع مفتوح بدفع المبلغ صدقة تسجل يوم القيامة لحساب الدائم سبحان الله هذا حل حتى نستوضحها دكتور إذن إذا كان حدا من الأشخاص بده مبلغ من المال مني النقطة الأولى علي أن أعود إليه إما يسامحني أو أؤديه إليه إن سعيت ولم أجد له طريقا ولا عنوانا وأخذت بالأسباب كاملة ومع ذلك لم أجد له طريقا أتصدق بنفس المبلغ وأقول يا ربي عنه على هذه أنا أخي من حلب أي الصبر وهي مثل الموعظة نعم يبدو أنه وصل للشام والتقى معي قال لي أنا موظف وأكل رشاوة لحتى موت لحوال يعني شيء عشرين سنة عم يأبض رشاوة 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 ولا لأتبت أنا ما أعرف من مين أخذ رشوة ليس من شخص واحد من آلاف نعم أنا والله فكرت له الموضوع قلت له من هنا لبكرة إيك خطر ببالي مشروع أنه هذا الدولة مكلفة رسميا بدعم الجمعيات الخيرية جمعية خيرية مرخصة في حساب دقيق في واردات في أنفاقات مادم الدولة مكلفة بالعناية بالجمعيات الخيرية وهو هالمبلغ ما معروف لمن أنا اقترحت عليه اقتراح والمجتهد له أجر إذا أصاب له أجر إذا أخطأ وله أجرا إذا أصاب اندفعنا هالمبالغ اللي هي مترتبة عليه مجموع الرشاوة إلى جمعية خيرية كأنه أدى الذي عليه لأنه هذا له حق عام عند آلاف الناس لكان والدولة مكلفة بدعم هالجمعيات نعم فلما أدموا هالمبلغ وكان أخذه من حساب الدولة نعم كرشوة نعم واضحة الله يفتح لكم دكتور يعني الإنسان كل شيء له حل إلا يوحد يموت كافر والعياذ بالله يموت عاصي وغير تائب إذا قلنا دكتور ذنب بينه وبين الله بالتوبة بشروطها الثلاث الندم والتوقف والعزم اللي يعود إليه والتوبة بينه وبين حقوق الناس بالأداء والمسامحة بالأداء أو المسامحة وبينه وبين الله وذنب لا يغفر هو الشرق بالله وتوبته الوحيدة الإسلام فالإسلام يجب ما قبله نعم قبل أن يموت نعم الله يفتح عليكم يا دكتور وأكد على النقطة التي طرحت فضيتك أنه لم يعطي الله الحق لأي أحد من البشر أن يطلق حكما على الناس يقول فلان من الجنة أو من النار أبداً التعبير الأصولي تنزيل نعم حكم على إنسان على إنسان لم يموت بعد نعم حي حتى لو مات دكتور هل يمكن لي أن يطلق أكبر 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 عدو للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ابن أسلام يا شو هالتوجيه قال النبي الكريم جاءكم مع كلمة مسلما جاءكم فإياكم أن تسبوا أبا يا صلى الله عليه وسلم فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت الله أكبر يا شو بالأخلاقي أكبر عدو أبو جهل سبحان الله ابنه عكرمة أسلم بلغ أصحابه إياكم أن تسبوا أبا فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت الله يفتح لكم يا دكتور سنسأذي فضلاتكم إلى فاصل قصير ومعكم مستمعين لنعود بعد قليل بمشيئة الله وعلى الهواء لاستخبال مشاركاتكم في موضوعنا عن مكفرات الذنوب والخطايا فاصل ونعود بإذن الله فابقوا بالقرب من جديد على الهواء عبر أثير إذاعتكم حاتف متواصلين رحب بفضلة الإعلامة من جديد أستاذنا ودكتورنا الشيخ الدكتور محمد راتب من أبو السحياء والله يا دكتور بارك الله بكم ونفع بكم تفضل يا أبو جواد أول المشاركين معنا أهلا وسهلا السلام عليكم دكتور الله عفيك يا رب اللحظات ويستمع إليك الدكتور من وين تتكلم معنا يا أبو جواد أحكي معك من إحدى الدول آآ من الإمارات من الإمارات حياك الله يا أخي مجواد أهلا وسهلا الدكتور معك تفضل يا دكتور تفضل أهلا وسهلا أهلا دكتور عجزا عندي سؤالين السؤال أول أنا يعني بحكم شغل أنا بالقطاع الطبي أنا مشتغل مع المرضى أمر طالب نضطر إحنا نكسر مع مريض عشان نخدم مرض ثاني يعني بحكم مثلا مكسر معك بغض شغل لأحيانا في كلمة ما فهمتها أحيانا تصدف يعني بسطنع عدة مرضى مثلا نعم يعني ما بتعطي كل مرض حقه بحكم أنك تشتغل مع مرضى ثاني يعني بش ملحك في الوقت مثلا أحيانا يقصر برعاية مريض لمريض آخر نعم لداخر المستشفى فهذا شو ممكن يكون مثلا إحنا عشان نكسر عن هذا الشي أو والله يا سيدي عندي طبيب متفوق جدا جدا بيفوت لمستشفى عام أي تقريبا يعني بمعظم الدول درجة أخيرة بلاش لأنه قال لي والله استمع لهالمريض باهتمام يفوق حد الخيال بتطلب تخطيط له تخطيط لدماغه لقلبه قال لي أنا بحسبي سعادة ما بتم وصف ما في إلى عجر منه عمل مجاني عنده مئة مريض أما ممكن إذا اعتنى فيهم يكون أقرب إنسان إلى الله عز وجل هؤلاء عبادوا الله الله عز وجل يعني أقربوا الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله العفوان بالمستشفى الغالي جدا عناية فائقة جدا بس مدفوع ألفات مدفوع هذا مستشفى وطني بلاش كله فيمكن ما حدا بيسأل المريض شو عم ساوي يمكن بيعطوه أطرال لعنده ألم برجله الله وكي لك يعني موضوع هكذا أما هذا يوقف مع كل مريض يطلب تخطيط ألو تخطيط قلب تخطيط دماغ يسمع له تماما قال لي أنا أسعد إنسان بالأرض قال لي الله وكي لك بحسب سعادي ما توصف الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله هذا الفقير ما معه لا واسطة ولا معه كرت من إنسان ولا معه مبلغ مال هذا مقهور هذا يا إسم الحياة أندي بتنعشه دينيا دكتورنا لو كان عدد المرضى أكثر من قدرته كطبيب على الاهتمام الكامل بكل واحد فيهم ماذا يفعل هم بابد حكمه إذا كان ما في غيره أطلاقا إذا أخذك فكرة عن كل واحد سريعة وبعدين درسه على انفراد وعامله معاملة حسب مرضه أقوى إن شاء الله يكون جواب وصل لك وبجوان سؤال أخرت عليناك بتسمحني أخر سؤال تفضل في أنا وزوجتي يقلنا حق على دكتورة في الأوردن والدكتورة سمعنا من جديد أنها بدأت في مرض خبيث لا أخفيك نحن نما سمعنا الخبر يعني ما ما ضع يعني مش قادر وصلناك للوضع اللي صارنا على بس إحنا مش مسامحينها يعني وصلنا لها تكرار إحنا مش مسامحينك وما زلنا ندعي عليها إذا كنا إننا حق عليها فدكتوري سؤالي يعني إلي حق عليها أنا وهي إن شاء الله سيعترف في الحق هل أنا يحق لي أني أدعي عليها والله يا سيدي الكمال الكمال أن تعفو عنها وأن تدعها إلى الله عز وجل هذا الكمال في عنا حقوق وعنا كمال الكمال أن تعفو عنها الله عز وجل قال فَمَنْ عَفَى دَقِقْ وَأَصْلَحَةَ يعني هو إذا عفى عنا بيقربها لأ الله مرتك بأخطاء كثيرة لأنه نحن سامحناك فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَةَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ أنا أعرف شخص اتزوج امرأة بالشهر الخامس حملوها في الشهر التاسع في أوضح من هيك من تهي العملية قال لي بإمكاني طلّقها أو أفضحها أو اذكر سبب طلاقي إلى والشرع معي والقانون معي وأهله معي حبيت احمله على التوبة أخذ المولود المولود بالشهر التاسع وزواجه بها من الشهر الخامس أخذ المولود ودخل على جامع الورد بحيث سنجق دار بالشام وضعه وراء الباب بعد ما نول إمام الفرض ما أحده شافه حطه وراء الباب والتحق بالمصلي الصلاة بتطوّل بالفجر فيه كل رقعة فيه صفحة انتهت الصلاة بكيها المولود تحلق الناس حوله وتأخر حتى أيقن أن كل من صلى رأى هذا اللقيط أما اتدخل هو قال خير شوفي قال له فيه لقيط شو الحكي تعال شوفه طلعه قال الله حول الله عطوني يا أخذوا أمام أهل الحي على أنه لقيط ورده إلى أمه الرواية هكذا والراوي مفتي هذا الشخص رأى النبي الكريم لا إمام المسجد رأى النبي الكريم قال له قل لصاحبك إنه قريب من الله بلغ سلامي من الله عز وجل الله أنت لما سترته أن عشته وأحيته إذن دكتور أنا أفهم من فضلتكم بأنه أبو جواب وزوجته لهم حقوق مؤكدة على طبيب أخرى الآن الكمال وهو الفضل والمعامل الأمثل أن يعفوا عنها والعوض من الله إذا لم يرد أن يصل هذا الكمال إذا أراد أن يدعو عليها ليس بآثم يعني حق له أن يدعو عليها أبدا حق لأنه في حق إذن هذا هو الحق لكن الفضل والعدل أن يسمو فيعفو والعوض من الله لكن إن دع عليها لا غبارا في ذلك لكن أحيانا في حالات أخرى فمن عفى وأيقن أن عفوك عنه يصلحه فأجره على الله ساعة الله بيتولى المكافأة دكتور أنا اسمح لي أن هذه الفكرة بدها توسع وتفصيل نأخذ الاتصالات ونعود لها متى أعفو ومتى لا أعفو من راح الشرعية الله يزيخ الأهمية بس نأخذ الاتصالات ونعود بشكل كامل لحضرتكم للتفاصل فيها أبو عمر باتصال جديد تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله عافية أنا عندي سؤالين والله بس عندي كلمة يكحب أحكيها قبل ما أحكي السؤالين إذا سمحتولي بالإجازة إن شاء الله أنا كشعب أردن محظوظين كثير وحتى مستمعين حياتك وحتى قناة حياتك محظوظين بوجود أسماء عظيمة الحمد لله اللي قادرين يوصولنا إياها بوزن الدكتور والدكتور نغرول النجار فهي كلمة حبيت أني أحكيها وعندي سؤالين والله الله يكلمك تفضل السؤال الأول هو بريد نصول بموضوع الحلقة اللي هو الشخص اللي أذنب في حق والده المتوسط في حياته طبعا هلأ كيف ممكن يكثر عن هذا الزمن بطريقة أو بوصمة هذا السؤال الأول والسؤال الثاني بجزء بعيد عن موضوع الحلقة ولكن أنا أنا بحثت في سير مال وصلت لإجابة واضحة فهي كلمة تكتور وضحين بياها اللي هو هل إحنا نقدر نعتبع القاعدة الشرعية إذا ما ورد بالنص القرآني أو النص اللي إجابة سيدنا محمد بالأحاديث إذا ما ورد النفي يعني مثلا على السبيل المثال عشان توصل للفكرة الرسول عليه الصلاة والسلام طال خير ومتاع الدنيا الزوجة الصالحة وانتهى الحديث هل العكس صحيح أو يقول أنه نشكل العكس صحيح طيب الفكرة واضح تماما بارك الله فيك أبو عمر شكرا لك ليستمع إلى أبو طاها تفضلي أبو طاها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أعطيكم الله عافية والله أنا أدعي لكم ظهر الغيب إن شاء الله الله يكرمك يا رب دكتور في إلي صديق بصراحة يعني من فترة بسيطة جدا يعني بعون الله عز وجل خد فيه دو حتى أنه التزم الحمد لله ولكنه يعني كان من أنجلينا الربا والنصب والخمر والزنا إلى آخر صدقا كل شيء تمام فأنا يعني شغلة واحدة اللي قدرت أني يعني شوية أجتهد فيها بناء على يعني مش مني اجتهاد مني لأنه مش من أهل الألم أنا اللي هي موضوع حقوق الناس في المال النصب اللي نصب على الناس وهو ما بعرفهم فأنا اجتهادت قلت له لو كل جمعة يعني هو رجل متعثر مالياً لو كل جمعة قدرت أنه لما تدخل صلاة الجمعة تحب دينار واحد وبنية أنه عن الناس اللي أخذت منهم فممكن أنه رب العالمين الله عز وجل أنه يغفل لك أما الأمور الثاني يريد أنه نستمع من فضيلة لك يا دكتور وبس هذا السؤال بارك الله فيك أبو طاها شكرا لك شيخنا الكريم نبدأ من حيث انتهينا بالمتصر أبو طاها إنسان دكتور كان ولا حوله ولا قوة الله يقع في الكبائر كشرب الخمر وأكل حقوق الناس وما شابه اليوم تاب السؤال مشقين دكتور ما هو كفارة هذه الذنوب كشرب الخمر وكذا لا قبل سيدي ماشي بطريق عرضه 30 متر 30 متر نعم وأنت ماشي بالنص ما هي الصغيرة المقود حرفته سانتي واحد سانتي واحد لكن هالسانتي لو سبتته بعد ديئتين وربع بالوادي هاليمين في وادي لأنه علي سار في وادي وعرضه 60 متر فالصغائر إذا ثبتت إذا أصر الإنسان عليها انقلبت إلى كبائر أما الكبائر إذا تاب العبد منها انقلبت إلى صغائر فالحديث الشريف لا صغير مع الإسرار ولا كبير مع الاستغفار الله يفتح أنت حرفته سانتي وسبتته المعصية الصغيرة حجبتك عن الله فإذا هذه الكبائر يعني أنت أطعت التيار ميلي واحد كله وقف لا سلاجة ولا مكيف ولا سريات ما بقى في شيء بالبيت السانتي مثل المتر الكهربا أطعت إذن شيخنا هذه الكبائر تحتاج توبة النصوح وحضرتك وضحت التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني ما خل معصي ما سواها من كل النواحي الشق الثاني من السؤال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا القنوط واليأس والسوداوية والتشاؤم لتناقضوا مع الإيمان إن الله يغفر الظنوب جميعا الشق الثاني من السؤال شيخنا الكريم إذا كان في لناس حقوق في رقبة نصب أو أكل بالقوة عليهم هذا المال هل يكفي أن يتصدق في كل جمعة بمبلغ من المال ولا عليه أن يؤدي لهم حقوقهم لا بد من أن تصل إليهم أو إلى ورثتهم حتى يستسمحهم أو يؤدي الآن في حال عدم معرفة طريقهم واستحال ذلك يتصدق لكن لا يبدأ بالصدق إذا في ورثة ورثة أحق عفو الشغل قد تقول أبن بحاجة لبيت وأخذ من أبوه خمس بيوت إذا الفكرة الشرعية دكتور أنا الخطوة الأولى أصل إليهم أو لأحفادهم إن عجزتوا عن ذلك فأتصدقوا عنهم لو كنت أنا متعثر دكتور وكان هؤلاء لهم حقوق في رقبتي لكنني لا أملك ما لهم معمل وصية وصية غير ملزمة لأولادي غير ملزمة بس لو الأولاد بيحبوا أبوهن كتير وجاهم مال وفير يتفعون لكن إذا ما كان معه وأراد السداد يعفو الله عنه دكتور إذا كانت نيته صادقة إن شاء الله الله يفتح لك شيخنا سؤال أخونا أبو عمر الذي تحدث إذا إنسان أذنب بحق والده وأغضب والده لكن والده قد مات ماذا يفعل دكتور؟ هل بقي علي من بر والدي شيء؟ قال أن تصل صديقهما وأن تبر عهدهما وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما هذا الذي بقي عليك من برك لوالديك له أصدقاء الأب له رحم وصلته في علي دين عليك دين أو هو علي دين أديته عنه هذا الدكتور في حال كانت العلاقة طبيعية وأنا أصل رحم والده بعد وفاته ماذا إن كان دكتور أنا عققته في حياته ومات وأنا عق له؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم منها العقوق لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن التوبة النصوح أبدا هل يفيد أيضا دكتور أن أتصدق عنه أن أدعو له بالرحمة؟ تصل لهم يصل شيئا الدعاء يصل والصدقة تصل الله يفتح عليكم على عين الشقة الثانية من السؤال أخونا أبو عمر دكتور هل تفهم بعض النصوص بعكسها وضرب مثلا الدنيا متاع وخير متاعها زوجة الصالحة هل معناها أن شرم في هذه الدنيا الزوجة غير الصالحة؟ هل يفها بالعكس؟ لا 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 في حالات في حالات امرأة نوح نعم امرأة لوط نعم نساء نبويات نعم يعني بدي أقول كلمة دقيقة جدا المرأة مستقلة في دينها عن زوجها فرعون أكثر كفار الأرض رأته فرعون صديق نعم نوح و لوط زوجات سيئة المقصود سيدنا في السؤال المعنى المعاكس من النصوص هل هو دائما صحيح؟ لا مو صحيح دائما يعني هنا نقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة لو عكسنا المعنى الدكتور بيصير أنه وشر متاع الدنيا الزوجة غير الصالحة لا مو شرط خد يبتلى نبي بزوجة لوط يعني فيه أنبياء لا إذا لا يشترط أن عكس النصوص معناه صلاح لا 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 كل نص بحالة الفردي نعم الله يفتح عليكم يا دكتور أعلم كل خير سوف نقف مستمعين الأكارم نحن وياكم مع المزيد من مشاركاتكم الهاتفية تفضل يا أبو عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ النابس لو ترفع صوتك يا أبو عبد الرحمن الصوت كثير منخفضة نعم نعم طيب أخي يا أبو عبد الرحمن راح أعيدك لغرفة الاتصال والتحكم عساس بس يعني تضبط بناحية فنية موسى تفضل يا أخي أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من خلال المحطة وبديرها المميز وأنتو رائعين كلكم يعني الله يكرمك يا رب تفضل بما فيها أنت أستاذ ما الكريب اللي بتجيبونا طويل عمر الناس اللي احنا نسميهم القادة صراحة الله يبارك يا رب تفضل آه والله يعني الدكتور محمد نوح الدكتور محمد النابلسي من الدكاترة اللي الله هذا كله فضل ربنا بالنهاية لأنه أنعم علينا وخلينا نقول الآن هو يقيم بالأردن الله يفتح عليك صدقا أنا ما شفت ولا مرة لكن صدقا لا يمكن أمرك على محطة وأسمع صوته إلا وقف تلقائي الله يبارك فيك يعني قدرك أنا صحيح من ذوي الاحتياجات الخاصة كثيف البحك معك والحمد لله أموري كلها موفقة وموظف حكومي ومتزوج وعندي أسرى كريمة والحمد لله شكر الله وكمان زوجتي كثيفة بس يعني نظرها أقوى شوية بس والله والله رضاك عن الله مع هذا الذي ذكرته ويسام شرف لك والله يا أستاذ يعني يمكن بديش أطيل بس دكتور أنا الحمد لله عمري 48 سنة نعم وأنا عشت في في أرياف في بيئة يعني في أرياف يعني أحكي لك بالغور عشت أنا أصلا نعم وما كانش أنه هذا تطور وهاي العلم بغاية اللحظة هاي 48 سنة مع عمري يوم يعني انتهى أنا جيت يعني الله خلقني كفيف انتهى هذا أمر ربي زي ما أنت بتمشي على رجبيك ومبصر وتشوف كل الدنيا قدامك أنا الله خلقني إيك قد يكون إنسان كفيف لكن بصير في نفسه والله من فضل الله والبطول والجريمي هو عمل قلب لا عمل عينين والله من فضل الله دكتور الحمد لله هو أنت زي ما حكيت كلمة واحدة أني ما عمري فكرت بهذا الموضوع لسبب بسيط أني أنا يعني الآن أي موضوع بدي أياه بعمله لدرجة أني الحمد لله أنا قدمت مرة قبل أربع خمس سنوات يمكن تستغرى الدكتور واللي بسمعه على هندسة الصوت نعم فيها الأول في أحد الراضيات في عمان عنكو هون بالأردن ماشاء الله عنك لا يفتحها لك بارك الله فأنا بدي منك توجيه للأخوان توجيه للناس اللي خلنحكي ما بعرف شوه يعني أحيانا بتوقف أحنا كمكوفين أو معاقين بتوقف السيارة بس يطلع عليك بسحب السيارة لأن السيارة الحديثة صارت كلها بتمشي بدون صوت نعم لما بشوفك يا بنحرج يا بقدرش يوقفك أو بتضايق منك فأنا بدي رسالة منك للناس أنه يا أخوان يعني يكون فيه أحس شوية بالموضوع بحيث يراعوا كافة لعاقات لأنه يعني كل ما ازداد قربك من الله يزداد أدبك مع الخلق كل ما ازداد قربك من الله يزداد أدبك مع الخلق الله يفتح عليكم يا دكتور ما شاء الله عنك أخي موسى الله يفتح عليكم يزيد من همتك بإذن الله أشكر كل الشكر مستمعين الأكارم أبو عبد الرحمن معنا من جديد تفضل السلام عليكم أخ نديم وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا الله يحفظك صوت تمام هيك أهلاً وسهلاً مية المية تفضل تحكي مع الشيخ محمد ورحمة النبي فضل فضل شيخ الكريم أحبك بالله أولاً الحب متبادل تفضل صوت معي لأيام هاي أكثر من شغلة في بيتي في سيارتي في كذا إجتني رزقة أنا وعيالتي والحمد لله فابتلاء من الله والحمد لله بيتي تنصحني إيش أعمل عشان بس كيف أكفت عيون الناس عن بيتي أتقضى بإلى الله والحمد لله إحنا ناس مؤمنين بالله والحمد لله عكل شفا شكراً لسؤالك أخي أبو عبد الرحمن تفضل دكتور المفروض الإنسان إذا الله أكرمه ببيت أو بأثاس أو بدخل معقول أو أو ما في داعي يطلع عليه الناس باستمرار هاي مجنبة للحسد لكن واحد ساكن ببيت الحمد لله ولا في داعي يمدح زوجته للنهار قدام الناس وبحبه كتير وماشهدها جميلة كتير في أشياء غلط كبير النعم الباطنة لا لا تذكرها والنعم الظاهرة ذكر الحل المتوسط يعني أنت لو فرضنا بعتمع أبنك أكلة حقها عشر دولانير والأكسرية بيأخذوا أكلة بنص دينار فرضا هذا ما بيجوز هذا تعمل تبايز فأنت يخليك مع الوسط بكل شيء إذا عندك دخل كبير ممكن تسعد أهلك بهالدخل بالبيت بالبيت أما بستعلنه في مشكلة كبيرة جدا لكن في بعض النعم دكتور هي ظاهرة مثلا إذا كان لديه مركبة وكانت يعني مركبة فارهة جدا لا يستطيع أن يخفيها دكتور كيف يحمي نفسهم من الحسد في مثل هذا الموقع أوسدي الحسد لا يؤثر إلا في غافل مدام أنت ما غفلت عن الله ترى هذه نعمة من الله وأنت متواضع بمعاملاتك في تواضعه في إنفاق من مالك مدام في تواضعه في إنفاقه وما في كبر الحسد ما بيصل إليك هل يحصل نفسه بالأذكار دكتور مثلا كأذكار الصباح والمساء أو الصلة بالله الحسد بيحترق إذا كان وصل لواحد اللي وصله بالله سبحان الله قل أعوذ برب الفلق بشري ما خلق ومن شري حسد إذا حسد الاستعاذ بالله هي كل شيء الله أعطاك مفتاح مفتاح يعني فعال لدرجة مذهلة مع كل مع كل واحد حسد الله يفتح لكم يا دكتور أستاذ فضلتكم وأستاذكم مستمعين إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله متواصلين مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب بنبيسي حياكم الله شيخنا الكريم دكتورنا قبل الفاصل طرحت فكرة حضرتك بأنه بعض الأشخاص العفو أفضل وبعض الأشخاص ألا تعفو عنه أفضل ما هي القاعدة؟ يعني إذا غلب على ظلمك أن عفوك عنه يصلحه نعم ينبغي أن تعفو عنه وعندئذ يتولى الله مكافأتك يعني واحد ماشي بالطريق وقع حجر من طابق عاشر وما له عامل شيء ماشي على اليمين وماشي بسرعة عادية أقل وفيه الدليل يعني كله الدليل بس مات واحد في هذه العملية فإذا كان أنت عفيت عنه بتكون أنقصت أنقصت إنسان مشيت سيارة فوق طفل بعمان أنا ما كنت بعمان الأب عفى عن السائق بس طبعا ما مات الأب بس صار في رضوط كأم وعمله بنساف وغدى عنده أنا القصة بروية دائما أي شهامة نعم بسمه مؤاصدة الخطأ مو من السائق نعم بس القانون بجرم السائق نعم عرف الأصلاب عافى عنه وأقام له وليمة بوجه الأخ الشخص صديقي نعم وتوفى الله يرحمه بيقول لي أنا ما بنسى الأردن بهذه الطريقة أنا أمشي فوق طفل وبعدين اتكرم إذن الفكرة دكتور إذا أنا ظني أن هذا الإنسان طيب ولم يتعمد هذا الخطأ وعفي عنه يصلحه الأولى شرعا أن أعفو عنه وعندئذ يتولى الله وكافأته وإذا ظني الدكتور أنه مثلا سائق طائش وإذا عفوت عنه سيواصل مشواره في الطائش ويزيد ما بحفو عنه فهنا لا أعفو عنه وأقضيه لتأذيبه قضيه ميزان دقيق إذا غلب على ظني أن عفوي عنه يصلحه جميل ويرحمه يجب أن أعفو عنه وعندئذ يتولى الله مكافأته والعكس صحيح إذا كان غلب على ظني أن عفوي عنه يفسده فأرعا صار فأنا لا أشجعه ولا أعفو عنه أبدا أعفو عنه ما بحفو عنه أبدا قاعدة ذهبية أبدا 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 أبدا